السلام عليكم أخوتي أنا اسميتي يوسف هذا الشيء الذي وقع لي وما زال حد الآن ما زال كان عاني منه هو أحد الأمر الذي صعيب بزاف مع هذا الوقت هذا مشات البركة ومشات الأيام الأيام التي كان فيها النية والمودة والرحمة والإنسان يعتف على أخوه رغم ما فيها بس أنك تدير وحد الخير في وحد الإنسان هذا يتدل على ذلك الخير والبيض القلب اللي عندك الداخل ما الذي يسمعه ما الذي ينقطع عليك والتجارة في هذا الزواج وشيء بغية كل من شيء الرجل يريد أن يقول في المرأة والمرأة ستقول هذا الشيء الذي وقع لي أنا لا يوجد شيء علاقة ولكن سيكون لديه علاقة لأنك تصدم في أحد الإنسان الذي يكون رفقه للدرب تصدم فيه أحد تصدمه أكيد سوف نبقى فيكم أكيد أنا أول كبير في أخوتي عندي جوجي أخوتي صغار وأنا أول كبير نحن عائلة بسيطة بزاف وناس دراوش تم العائلة الكبار ديرنا لم نجيت الوالد الله يرحمه ولم نجيت الوالدة ناس دراوش كنت من واحد طبقة أنا قررت رأسي براسي كبرت رأسي براسي ما خليت فين خدمت تمنز بالحشاكم خدمت فيه تمن الميخالة خدمت فيها ما خليت ما درت باش أنني نقوم بعديك العائلة ديالي وبأنني نكمل المصار ديالي في الدراسة وأنني في الصيف عبتكي كيدوز عندي الصيف كيدوز عندي كلها مرة أخدم في الفخارة أنا أخدم هنا أنا أحمال هنا ما خليت ما درت ما بدت تتكبر عندي الرجولة وليت بحلفاس فين ما حطيتيني نحفر وكنت كنقرأ وكنت تعلم شي حوالي جدا باش كنواكب هذا العصر هذا ونبقى دائما أجور كيف يقول تعلمت الباسيات كيفش تفورماتي كيفش تصيب سيت كيفش تصيب هذه كل مروا كيفش أخبرتني الحرفة تلقاني أخبرتني المعلومية تلقاني أخبرتني التلفونة تلقاني كل شيء كنت أخذ منها قليلا حيث كنت أعرف بالأناية تابعني واحد المستقبال تابعني تجويجاء تابعني شلح ويش يخصني نقضيهم ونكون عندي المادة ويكون عندي الجهد ما عمرني تبليد في حاجة لا غارو لا شراب لا تتجي حاجة اللي ستقدر تضيلي فلوسي هكك باطلة ولأنها نأدي الداتز ديالي كنت صحيح وعاطي العين سيارة الأيام طورة الأمور عندي شي شوية أجدت واحد الخديمة كان عندي ديبلوم دياليكتريسيتي وكان عندي ديبلوم دياليوميوم وديبلوم دياليجيسيو كل شيء قرأته في الليستي كنت مكنت زاجلت مع الديبلومات مشار جراسي مزيان زائد أنه عندي الباكتير سيارة الأقدار سنخدم في شركة في الحي الصناعي دفعت السيفيات تعيطولية سنخدم معهم خدمها مقولة أنا صالر محترم أنا نخدم ترونكيل قلت لوليدها سوقها سوقها قلت لي الله يسخر عليك والدي الله يسهل عليك ضربت معهم واحد العامي حتى الألفين وعشرين جاءت مع الكوفيد قد قد حتى الكوفيد أنا من الناس اللي تعطقوا يعني لا يسهل عليها وعلى الكثير من الناس يعني أنا بعدها لا يسهل عليها أريد أن تعمل مع هؤلاء الناس في هذه الموضة التي كنت تعمل معهم كنت تخلص مزيد أخرجت كريت بوحدة قلت لوليدها قلت تغييح أحدهم تماما كريت بوحدة فرشت الضار قصد أنني أتزوج أشرحت لوليدها قلت لأنني أريد أن أتزوج وأنني أريد أن أتزوج وأنني أخي يبدأ يكبرونها معي وأنني أعاوني قليلا لوليدها الحمد للله الوليد كان يجعلنا هذه الدار التي ساكنين فيها يعني دياننا ليس كاريين مثل المصاريف الكرة وذلك أحد دار يعني صغيرة يعني ليس شيء دار ليسمع دار يقول المهم الوليد كان دار هذه القضية بحالة كان عارفة رسولة غير موتة ولا الله علم لا أعرف كيف يجدونها يرى أنني أصيدي الوليدة أجبال حال كثير قلت يا الله يعطي بنت الناس أنتركوا بالناس وما فيك تشيعيب ودوماري وحوفار وقد تدبر على الدرهم في مكان الله يرزقك بنت صالحة بنت تخاف الله وقلت لها الله يدير شيء توليها الخير هذا الوقت لا أعجب فيها قلت لها لماذا لا ترى الوليدة قلت لها أرى الوليدة لا أعرف أحد لا أريد أن تعيب أحد يجب لي يرزقي أحد النار أنا والواليدة تخيل معي أنا والواليدة كنا في السوق وشفت أحد البنت نسأل الماشي الآن عن جانب والواليدة تقلت لها والواليدة قالت علبت وقد تنظر معهم قلت قلت جرّتني الواليدة وقد أدخلنا عندهم وقد أظهر وحظ coordonni قلنا وقد أظهر أن ننشاهد ولم يسمى أن تنظر هذا للأمان و لم يحصل على سلاح تجاه الووضع بيئة أنني أعصاب البلاد و لم يكن أعطي بسلحة لأنها كانت تصدق في المدينة و لم يكن أعطي بسلحة يعتقد أن هذا المعرف 성공 ماهوين هؤلاء أو ماهوين قلت اعطي بيئة أن الوالدة أعطيتا و هو ابنت عندما أبقى أخبروهم و تقع بإتاعتكم عن رائعاتنا و أعطي الله عنكم البنت بقى صغيرة تولديك عشرين عام تقريبا بحلها كاك قلت لها ما كانت شي مشكيل مرحبا جوا الدنار الصوم وعيد قلت لوليدة قلت لها رأى عرضت علينا كيف نشوفوا البنت ونقلسوا معه ودك شيء قلت لها رأى الوليد لديك رأى توفي ذك شيء كيف نقول الوليدة زوحة ثلثية كيف نحن عندهم ريحنا قد دينا الأمور جباها بقاته ومن البلاد الدناب دوتي عضروف شلحة مزاكين كاعدة لعيبات تفقنا تفقنا صافي قلت لهم انا بغي نتجوج ما بغي له خطوبة لسيدي زقري ومعنديش باش ندير العرس انا على قد الحال نديرو شي حفيلها على قد الحال بيناتنا هكا بقى ما عندوش مشكل ام ما عنداش المشكل بنت ما عنداش مشكل قلت لها انت يا بنت الناس رهاش هلا اعطيك في الصداق اعطي 3.000 درهم في صداقك وتفقنا انا وياها ايا قاعد لا قلت لي ما كانت شي مشكل وحنا مجمعنا شغل الفلوس وبيناتنا المودة ورحمة وقاعدة كيف ما كتعرفو هات القناة هدي السنوات كتكون مخربها فمتين ماشي موهم تلاتة وعشرين ولا الفين واربعة وعشرين ولا الفين وخمسة وعشرين ذوك التفاصيل غير باش كن نخفيه شوية الهوية دي صاحب القيصة اللي هو انا ياللي كنعود لكم هذه القيصة هدي يعني باش كن نخفيه المعطاعيات لا تقاوتش دوف ذك سفيف دي لتلاتة وعشرين لا نتقل سيمة اربعة سنين لاجماتي ستين مليون فاربعة سي كدرتي لها هدوك تفاصيل صغيرة بزاف مهم الغرض ملقي سوه انني السيدة دي تزوش بها جبت هالطرح هاد كان قيام ادبة ماشي نقارة ماشي حضايا يعني ذاك الشي اللي غيتمناه اي راجل صالح غيتمناه في شمراء لقيته انا فهد السيدة دي دو وزنا العام الأول دو وزنا العام الثاني تزاددنا واحد الوليد انا وياه عايشين واحد العيشة دي الاحترام كانت احترمني كان احترمه ما فيها تشي هاجة كالتعب لف الفراش لف القوامة لف النقاوة لف تشي هاجة وانا كذلك كان بديها تشو بدارهم يجو عدنان مشو عندهم اني واحد الحياة اللي هانية جدا حتى النهار اللي غادي يوقع لي انا واحد المشكيل ما عرفتش انا واش بالصح عيات ولا كنت كتفكر في شي حاجة اخرى ما انا كذلك شاركو واحد النهار تشهيت الدجاج كنت تخدم وبغيتني تغدا وكانت هي مصايبة لي الغداء مصايبة لي زعلوك والفريت وشي حوتات ودكشي ولكن تشهيت انا الدجاج انا معمرني كليت في الزنقا خرش في ذاك البوز دياري خليت الماكلة ما قلت اللي اشي يو ناكلها مشيت انا غادي ناكل الدجاج كانت هديك ايه اول مرة غادي ناكل انا في الزنقا كومون ديت واحد الدجاج مشوي وشي العيبات بحلاكاية الفريت ودكشي كليتو في اماني الله مشيت الخدمة ديالي ما كاملاش واحد نساعد الماكلة انا شدني واحد الوجاع بحلا قلتي الوجاع دياللي غيقل بشي عشرين مرة واحد الوجاع لا يوصف لدرجة انني ما كان قدرش نوقف تطويت تطويت على نص ما قدرش نوقف بذاك الالم وكنغوت جابوا لي الامبالانس داوني عندي تسموم تسموم خاطير سبب ديرو ذاك الدجاج اللي كليت ذاك الدجاج كان فيه واحد الميكروب اللي اضطر علي فزاف دارو لي غاسيل معي داخو وليا ذاك شي ولكن ذاك ذاك التسموم سريلي مع الجهاز العظمي تيلي كامل وداز لي مع الدم تحاليل تحاليل عيط المادام ديالي كتلا عيط الوليدة واجو عندي رأنا شوق عليها شوق عليها جو عندي غدي نبقى في الصبيطر غدي نبقى في الصبيطر لان التضررات المادة ديالي والجهاز العظمي ديالي تضرر بزاف وخصني العناية المركزة بقيت تماما بقيت في الصبيطر المادام ديالي كتجي والغريب في الامر انه هذاك التسموم في ذاك المدة اللي انا بقيت فيه في الصبيطر دار لي بحل الحبوب في المعدة ديالي ولا تتقيح لي المعدة ديالي كتقيح بزاف مالينا قالوا المادام راه شوقع شوقع كل مادام ديالي كتجي يعني احنا ما ادناش المصاريف بش اننا نقابلوا هاداكش كيف ما كتعرفوا القانون في البلاد ادناء كيكون عندك الرامي انا ما كانش عندي الرامي انا تابع غير لاصوراس ديالي الخدمة ديالي يعني يخسني نخلص وانتفعد دوسي لاصوراس عادة بش يعاوضون وتصانط معي انا ما قدرتش نواكب المصاريف ديال دك الكلينيك قلت لو ما انا خليوني امشي غلط دار قلت الوالدة ديالي تدويني بالاعشاب لان انا ما انا قدرتش نتحمل هذه التكاليف ديال دك الكلينيك ودك السبيطر ومعنديش الراميد صورت كيف انا نصيب الراميد ومعنش تصيب الراميد وانت خدام شيء قوانين شيء الله يدير شيء تاويل فاتش هذا ديال الصحة فات البلاده ديرا ما كان فهمو فيه خلص عدشكي بشيط الدار بقيت قلص مقابلاني قال ماذا الوالدة تصيب ليشي شوربات هسكين جبير هل زيت الكليب كول الزعتر قول كهذا صيب ان اعتاد خرب والو تقول دك شي عاد ماذا كيزيد وكيزيد طين بيلا بقيت ما اديها غير بالدوية ديال الفرماسيان الخدمة قلصوني قالك تتولي لاباس ورجع مرحبا بك دوزولي الصالر شهر الأول الثاني شهر ثالث قطعه قالك تترجع تترجع الخدمة احنا عارفة الوضعية ديالك تتنشي معي المادام ديالي بالإعطاء الله حتى لا نستطيع أن نوقف تتنشي معي المادام ديالي المادام ديالي مسكينه يا ربي يا ربي صعيب الياتي هذه اللي سوف نقول لكم لأنني أودك السيدة النهار الأول سنين ذاك العقد الزواج المودة والرحمة ونبقى معها في السراء والضراء كينا اللي سوف تجدها سوف تقولها وكنت رلاياك كرة الحتيام عدقا لو لا يا ربي يا ربي ما لنا التأزمات الوضعية عندي بثاف ما عنديش فلوس باش أنا نواكب هذا المرات ديالي والتي تخصني كل مرة نمشي السبيطار كمشي غير السبيطار ديالي الحومة اعطاوني شي دوا ولا اعطاوني شي هاجا خفتلي ولي عندي هذا الشي كونسير عامو المادام ديالي كتتمشي معايا واتجي واتجي معا واتجي حتى الواحد النار واحد النار قلتلي يا شوفرا ما بقيتش قادة سير عندما مقلس عنده شوية تقابلك أنا رأى صافي عيت عيت بزاف قلت له أخي لم تقلس لكي كلام تلعب بنت الناس أنا لا أصدقك مسالب لا أصدقك هذا هو أخي رأى لا يوجد أن أقوم بك ونصبك قلت له أخي أن يكون حسنا قلتني أنا أولد ديالي ودتني عند الوالدة وقلت سالما حتى لا أستطيع أن أصدقك معاوز عندما أقفتني وعندما لم تتحدث معايا وعندما قضيت لي لم يكن يمكنني أن أصدقها قلتني أنا أولد ودتني عند الوالدة وقلت له أخي وقلت له أخي وقلت له أخي أنا أريد أن أخرج أنا أريد أن أصدقك وقلت له أمم أعطيت له أمم وقلت له التليفون وقلت له أخي قلت له أخي وقلت 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 له أخي الذي من حانما أريد الحصول از größير الحصول على الاستمرار قامتت عن هذه المصيب tumor لا تتحدث ن 뿐만 아니라 دخول صاحبه للدار ل stop倆 لهم قاموا تجد ان يوم بقائد لقد قلت لدي الوالدة عندي وتتعرقت وتتساكف وتتخوض قلت لي يا نود يا الرجل نود رأيك تدخل عليك الرجل رأيك تدخل عليك واحد خينا رجل مدخله يا ويا داخلي للدار قلت لك كيفاش هدي مدخله الرجل والناس اللي هناك كريمة هم يعني ما شافوه قلت لي يا دبر لمحينك نود تشوف هذا الرويني عادي مشينا انا والوالدة والولد يالي باللي اعطى الله كانت تعافر حتى وصلنا الكوميسارية السلام عليكم عليكم السلام رحاش وقع شوقها باندير شي كاين مرتين برخيانة رحاية مويت بعتها وشافتها وبدو تزيرو تزيرو لونكيت مع الوالدة كيفاش شفتيها كيفاش دخلتو كيفاش كادها فوقها شنو كانت تلعبسها شنو كانت تفعلها شنو كانت تتركها مشاوهو ما تسولو سولو جيرا تماما شكون ساكن هنا شكون فعل هنا فعلا لقاوها وكان شافها واحد تجار قلتلي 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 هم ايه روحة النار كانت تجاة او واحد السيد وحنا عارفنا بالليراج لها مرعد واجابته واحد السيد ومايلي يعني احنا ما نقدروش نسولوها ولا نقول لاش كونا تكخينا حتى اصلا كنيني ثلاثة الناس ليسا كنيني تماما سافي في اعلان قلتلي يا سيدتي احنا ما نقدروش زعمان نتهموها بالخيانة ونحنا ما نقدروش نضرو معامل أحسن أنك تشدها في تل بوص إذا كنت أعرف هم صعبة في تل بوص قلت لأي حسب ما قلت الوالدة أنا أريد أن أعرف كيف حالك كيف تشدها في تل بوص إذا كنت تشدها في تل بوص ستجدها في تل بوص سوف نتحرك كلفة الوالدة بذل مهمة كلفة الوالدة قلت لأحضيها أرد لها قلت الوالدة المرة لأولاد الثانية الثالثة رعبها الخامسة وعندما أعطيها رأس الخيط قلت عملها جيدا قلت أرداء الوالدة قلت تلعب معها وقلت هنا وقلت في الشرك وقلت هنا أدخلت إلى شيئا أرد معها قلت لها أخيص لأنني لم تكن علاقتي وقلت هنا وقلت هنا مرة الوالدة وقلت لها وقلت لها لأسفل سيده وقلت لها وقلت لها وقلت لها معي غير عام ووقفة ما تقولي يا سيديني تطلقني وتمشي وديك الساعة دي اللي بغت واش انا انا كنخلص الكرة في الدار وكنخلص لها في نجيبه يا صاحب هاد شي ما سويت عندكم انا باللي اعطاني الله والليل كنت غنموت فيها الصدمة هادي كنت غنموت فيها جاو عائلتهم جاو كاعدة وسترونا وفعلولينا وتركولينا ونعطيوكم انا ونديوك تداوى فرانسا لا سيدي انا ما تداوى على اظهر انا قد بشغلي وخانره مضربة فيها جاو جدر ونديوكم فعلوكم تركولكم كادا وحاولوا يرشيو المحامة يرشيو البوليسي حاولوا يرشيو الكوميسير القتمل القادي كانوا بغين يرشيوه نشاد لهم دوسيوتي عيطو في التليفونات الاول ودك البنت اللي لمشات للحبس شوية ولو يقلبوها شوية ولو بغوا يقلبوها عنف اهلي نحن والله تنذيروليك والله تنفعلوليك والله تنذيروليك قالوا والله يمن تنازل بالله على مخص على مصفة الحبس طبعا المصطر القانوني دينا شدوهم في تيربوس لاهيلة الاخر وصلوها معي تلتسعود المليون وانا فرايمو محتاج للفلوس اخوتي قاسم البيله لا فرايمو محتاج للفلوس وصلوها معي تلتسعود دينا المليون وهي تطلقك وتنزلك علي كل شي وكادا وهانتها والبنت غادتضيع البنت كادا وغتصفتها للحبس غادتخرج عليها وانا كادا فاشو وصلت تلتسعود دي المليون شفتر عصينا فرايمو محتاجة ديك الفلوس قلت لهم صافي مرحبا نتنازل لكم اعطاوني الفلوس تنازلت ليهم بخارة ما كانش خسني نتنازل ما فرايمو فرايمو كنت محتاجة ديك الفلوس باش نتداوى ونتشافه ونعود ان نوقف على رجلي خدمة ما كيخلصونيش وكانت كانت خلص له الكرار ديال 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 ديك الدار ودك شي تنازلت المرأة تنازلت ليهم أعطوني الفلوس قلت لهم أن أعاوني بدأت الإجراءة تطلق حتى تطلقني فعلا سوف تطلق المفوية للدار وتلقعتني ومتنازلها لكل شيء ومتنازلها لحضانة متنازلها لكل شيء تلقعتني بمحامي وقدرت لها أنا تسنينية عدم تعرض لا تستطيع أن تنزل لي ومن بعد عام تريد أن ترجعها لا تستطيع أن نعمل نعمل سنتلي عدم تعرض لا تستطيع أن تتقادم أو تتراجع ومن بعد قلت لها وولدك لا تقول لي شيء اسمي وولدك تنازل عليه لأبد وفعلا ما تنازلت عليه تنازلت على كل شيء وغبروا غبروا له لا تقف لا تعطينا أنا بقيت 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 الفلوس الذي أعطوني أخلص دكتكاليف لأنني أريد أن أقوم بعمل تراجع لأنني أردت لأنني أردت لأنني أردت تريد أن تضع أجل أجل ومعافرين معه باش مماكن تخيل معاية تكون سارك واحد طريق وغادي ومقاتل مع الوقت يجي واحد كيزك يتلقى كيقالتش يقلب لك حياتك سفاعلها لها كانت لي قصتي وكشكركم بزافة على الاستماع ولكنت اللحظة كتبال لكم هذه الصورة وعندكم واحد من هذه المشاكل اللي كتعاني ومنها ما لكم إلا تواصلوا بهذا الرقم اللي كيبال لكم في الشاشة وشكرا على الاستماع اشتركوا في القناة